جوش تعني لك خبرنا بداية وين هالغيبة يا حياتي يا حبيبة قلبي لازم الواحد لازم يغيب ليطلب طلة جديدة يكون معهم في جاءات كتير حلوة يمكن اتأخرت شوية الغيبة لكن عندي اشياء ان شاء الله حتكون كتير 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 حلوة مثل شوي يعني البوم فيه اربع اغاني باللهجة المصرية اربع اغاني باللهجة اللبنانية وثلاثة اغاني باللهجة العراقية وفي عنا ثلاثة اغاني باللهجة السعودية البوم عظيم يعني البومين اليوم عم نشوف اهمها نجوم ما عم بيقدروا ينزلوا ألبوم جو رعد ألبوم كامل ومش غني وغنيتان والله للأمانة اكتر الاغاني سبونسر يعني انا بالفتر اللي قعد فيها بلايش يعني؟ مش موضوع بلايش سبونسر يعني ناس معجبة بصوتي بأدائي باحساسي بحضوري ففيه اغاني كتير اتقدمت واخدتهم من بعد ما يعني طبعا اقتنعت اقتنعت فكانت تقريبا الالبوم فيك تقولي يعني هدية يعني ما شاء الله حولك هدية ما فيه جمعة بيتلاقوا هيك هدايا لا كلهم بيلتقوا يعني انتي ما ما يغشي كل اللي بتشوفي من تحت الطاولة بصير كتير هدايا فيه فيه فنين بياخدوا على صوتهم يعني اذا غنوا غنية بيقبضوا على صوتهم فاستكترتي علي يعني اذا اجاني غنية احد اقدم لي لحنوا كلامه توزيع خلاص بستاهل انا يعني اليوم نفهم منك انه جورا عاد كمان بياخد على صوته اذا غنى لحده اذا بيعيد ميلاد حفلات الخاصة اكيد بدي اخد زواجات افرح اكيد مثلي مثل غيري بس طبعا كل واحد قلو سعره بس يعني اكيد سعره اليوم رجورا عاد سعره بقلوب الناس كتير كتير غالي اما المادة بيختلف صراحة يعني يختلف لكن انا بعرف فنانات ممكن تاخد مئة الف دولار اذا حطت صوته على اغنية واحدة ان شاء الله نوصل لها المرحلة هلأ بتاخد الناس؟ لا ما فيه يقول تفاصيل ادارة اعمالي بتزعل مني مش حنبلش من اوله بالقيل والقال خلينا مركزين هلأ شو رأيك سمحك اغنية من الالبوم؟ اغنية بعد ما حدا سمعه انا ما احب الحضرية انا احب البدوية هاي دي بعيدة سبونسر هاي جاي ببلاش الغنية لا مش يصطب يا عمي ليه ما اعتبرتها ببلاش سبونسر يعني لا اسوق لون ما انا اليوم اي حتى بالسناب بعمل اعلانات بسوق مثلي مثل ايا مشهور احلام اليوم ما بتقول اشتري هالعطور اشتروا هالروشوش اشتروا هالماسك اشتروا هيدا عم بتسوق لون سو هدا التسويق بيكون فيه شركة اوكي هيدا الشركة هي اللي بتدفع اه طب جو هلا عم بتقلنا اه اغاني سبونسر ولانه اعجبوا بصوتك وهالامور وحضورك وحضورك وحساسك وحساسك شاء من شاء وابا من ابا ايه عندي حضور اكتر من رائع باخر عرص غنية فيه بمصر من شي خمسة عشر يوم خربت الدنيا هلا بحطلك مقاطعه شوفي بعينك لا معليه انا ملك الفرحة ملك المسرح ايه هيدا هي الحقيقة يعني اذا فيه ناس بتحاول تتجاهلك او تتجاهلني مشكلتهم بس هيدا الحقيقة هالالبوم لسبونسر مع مين تعملت اتعملت كتير اسماء اتعملت مع فيرس اسكندر حبيب قلبي وخيه عملي اغنية لبنينية كتير حلوة وزع عمر صباغ اتعملت من مصر من لبنين اتعملت من اكتر من بلد عربي خلينا ننتقل من الشق الفني لبعض الامور المتعلقة بالسحة الفنية شفنا انه نجمة الهام شاهين اهتمت باطلالتها الاخيرة بحفل الميراكستور اطلالتها كانت كتير عجبتها وكتير حبتها بنفس الوقت في كتير اشخاص هاجموا هيدا الاطلالة وقالوا انه ما كانت بتروح لقامة فنية متل الهام شاهين لازم تكون اطلالتها مغيرة كليا اه يعني انا اللي بدي اقوله اه على واحد يهتم بفتوشاته بطبولاته لانه عندي الجواب والله يا جو جالي احلى كلام طول اليوم الناس بتعلق ان اللوب جديد ومختلف وايه شعرك ده اعمليه كده على طول ملفت للنظر جدا 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 جديد علي تماما ودايما مع بعض بنعمل شو الجميل نعم جوينم نفهم فيه اشخاص بيحبوا يصطادوا بالمي العكرة جربوا ييت لا فيه اشخاص عندهم كمية حقد ما عندهم تصالح مع نفسهم معنون يعني بيشتغلوا ما اشبهم شي بس عندهم كمية حقد تصالحوا مع نفسكم يعني كيف الله بدي يحبكم ويحبب الناس فيكم وانتو على قد عندكم حقد بعدين هنن مين قيمون على اي يعني باي صفة هنن عم يحكوا بصفتهم شو يعني خليكن شوية شح براعلا شوية اغضر واحمر بزيادة يعني السيدة الهم شاهين ومنى شالبي واكتر من نجوم بالمريكس دوره تنفيهم فرع صالون جراد بلبنين ببيروت وعلما كانوا هن من اول الدعمين والمحبين لفرعنا بالشيخ زايد بمصر بمياصر ام الدنيا يعني نفهم منك ما انو عم بتقلنا شخبرة حمراء وكحلة انو خبير تجميل انا رح اقلك شغلي ما عندي وقت يكون عندي هالقدة حقد واعطي سم 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 يعني في ناس بالوج مريه وبالقفة سرمية 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 لانو عندي فويسات اذا بفرجيك يوم ببعتولي انت بصراحة ما في مثلك انت اللي بتعمله انت اللي اتضحنا انو انت احسن الناس وانا ما بعمل غير كل منيح الرزع على الله انا ما بجيب رزع احدا بس انا في ناس جايب لون يعني بهيدا شهرين او ثلاثة اربعة او خمسة شهور اذا مش ثلاثين خمسة وثلاثين الف دولار اخدتن عند اهم عيلة من اهم العيل بالخليج العربي طلعوا من وراي بين ثلاثين للخمسة وثلاثين الف بس اذا في حدا هو مش نضيف بديعود انا يعني خليه نضيف خليك متل ما انت وموت من اهرك وحظني غني وحظني مبسوط وحظني اعمل احلى احلى شعر بالعالم وفرع التاني بمصر قريبا اول فرع خلصنا منو بالشغزات في فرع تاني وثالث وفي كمان بالعراق عم يمفتح فرع وبالسعودية ان شاء الله ميفتح مش فرع افرع كمان وغيره هيدا جو رعد انا عم بعمل بزنس كل الفنانين بيعملوا بزنس تاني وثالث غير فن ونغير غناء اون في ناس نعرفه في ناس ما بتعرفيه اللي بيعمل مدارس اللي بيعمل مطاعم اللي بيعمل اشياء تجميلية اصلا بتشتغل بالعقار وين المشكل هيدا بزنس ليه ما اعتبرينه انه شي غلط هيدا شغل شكرا لك